معتز إينو نجم النادي الأهلي السابق الدستياء الشديد من أداء اللاعب السرنسي أنتوني موديس توصص تعائد النادي معه بأنه فاشل في درجة انكياز إينو أشار إلى أن الجمهير كانت تتوقع الكثير من موديس توصص تعائد بأنه مقلب كبير وأكد إينو أن اللاعب يعيش على الماضي وأنه ليس مهاجمة يلبي توقعات الأهلي في تصريحاته أداء سأينو أن موديس سيس على مستو التوقعات وأن الصفقة هي أسوأ صفقة في تاريخ الأهلي وركز على عدم إناع اللاعب للجمهير إلا في رأي مرسيل كولر لندير ألسني للنادي في سياه آخر انتهت مباراة الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري بالتعادل السربي في دوري أبطال إسرائية بما يزيد من توتر الأوضاع في النادي تعزز انتيجة التعادل السربي مع شباب بلوزداد الجزائري من توتر في النادي الأهلي حيث تكرر تراجعات الأداء مع موديس يظهر أن الآمال كانت عالية بأن يكون موديس حلال هجوم الأهلي ولكن الواقع كان مخيباً للآمال إن تقديم ستون متواضع في مواجهة شباب بلوزداد يجعل الضغط تزايد على الجهاز السني وإدارة النادي يبدأ أن هناك حاجة ملحة لإيجاد حلال تحسين الأداء والنتائج ويبنى قاعدة تقييم التعادات والاستراتيجية الفنية مع تزئينه قدم رأيها حد الحيار وضع النادي وتعاداته وديكون لتصريحاته تأثير كبير على تفاعل الجماهير وضغطها للمطالبة التغييرات يتعين على النادي إدخال خطوات فعالة لتحسين الأداء وتجنب تكرار السيناريو صفقة موديس في المستقبل ترجمة نانسي قنقر